الأنباء العجلة التي يعرضوا لها الزملاء جيش الاحتلال الإسرائيلي إذن يعلنوا إصابة 11 عسكرياً إسرائيلياً ما بين ضابط وجندي خلال الساعات الأربعة والعشرين المنقضية وكنا قد تابعنا بالأمس الأنباء التي كانت قد أفادت بها فصائل فلسطينية من أنها تمكنت من نصب كمينين محكمين لقوة من قوة الاحتلال وأنها استخدمت في ذلك حتى صواريخ F-16 التي جرى استهداف القطاع بها لكنها لم تنفجر ضمن الإطار الذي تنظمه هذه الفصائل لإعادة استخدام الأسلحة الإسرائيلية غير المنفجرة أو التي لم يتم استخدامها يبدو أن هذا الأمر سيكون مرتبطاً بهذين الكامينين الذين كان أحدهما في المغراقة وفق ما تابعنا البيانات التي كانت بالأمس 11 عسكرياً إسرائيلياً يتم الإعلان عن إصابتهم خلال 24 ساعة في المعارك الدائرة في قطاع غزة هذا فقط وفق المعلن إسرائيلياً